سيادة العقيد هذا الأمر هل تدرك الولايات المتحدة خطورة هذا الأمر أم أن الولايات المتحدة تقول أن هذا الصراع لا يؤثر بشكل أو بآخر عليها وعلى مصالحها في المنطقة المثال موجود على الأرض هذه قوات سوريا الديمقراطية بغض النظر يعني عن التفاصيل أخذت الضفة اليسرى من نهر الفرات من أول دخوله إلى سوريا إلى خروجه من البوكمال يعني على طول 350 كم وعمق 200 كم يعني جمهورية كاملة كبيرة جدا هل تمكنت إيران أن تدخل ببضع أمتار باتجاه قوات قسد أو صدمت معها أو قربت منها لم يحصل نهائيا لم يحصل أي صدام بين إيران وبين قوات سوريا الديمقراطية فقط لأنها خلفها أمريكا عفوا قوات مغاور الثورة في التنف أيضا لأن خلفها أمريكا بادية بادية يعني بادية قادرة بكل شهولة إيران أن تتحرك فيها لم تقترب منها نهائيا إذن الكل ملتزم بأوامر المقاول الرئيسي تقدم تقدم تأخر تأخر الآن جاء دور إخراج إيران تماما من اللعبة الآن بدأنا نبحث عن الاستقرار من أجل إقرار وبناء الشرق الأوسط الجديد الشرق الأوسط الجديد لا يمكن أن توجد بندقية واحدة فلتانة ويحصل لاحظ أستاذي الكريم أن بعد زيارة ماكرون إلى لبنان مباشرة أعلن حزب اللات عن سحب 2500 عنصر من سوريا وسئلت أنا على قناتكم الكريمة وقلت لم يعني لم نلاحظ على الأرض ولم تأتينا أي أخبار الآن من يوم بارحة بدأت تلاحظ مجموعات صغيرة يعني ينسحب على شكل مجموعات صغيرة لا يريد أن تتواقت يوم البارح أن مهدي دخل الله المشؤول في حزب البحث العربي الشراكي في سوريا أعلن صراحة وبكل وضوح وليست يعني قابلة للأهل بأننا سنخرج من حلف المقاومة مين يظل بحلف المقاومة؟ يعني سنخرج عن إيران سنوريا أحب نعم أحب نعم اشتركوا في القناة